السلام عليكم معاكم شادر عبادي بهذا الفيديو جاي اني حكي عن كتاب الكاتب النسوي المعوفة سيمون دي بوفواء اظن اني حكيت اسمها صح هي طبعا فانسية واشها كاتبة فيما يخص الشأن النسوي او شأن حقوق الماء هذا الكتاب بكل بساطة بتكلم عن الماء وعن ماح لتطور الماء فيها الماء وكيف مثلا وان الماء بتعاني من زمان وبعدها بتحكي الكاتبة عن كيف ممكن احنا ننقذ الماء اذا صح التعب الكتاب بناقش ببساطة شديدة وضع الماء بشكل عام في المجتمعات القديمة وبعدها بتطور لحد ما يوصل للمجتمعات الحديثة خلينا نحكي تكلم بعض الكتاب عن ماحة تطور الماء وبعضه حتى ماحة الفيسيولوجية اظن معناه الكلمة ماحة مثلا الجسمية مثلا ماحة البلوغ للماء وهي الاشياء بعض الكتاب اول شي بتصلات الكاتبة ببعضه كمان المشاكل تعيث الماء وبعدها بتقطع الحلول باخر الكتاب انا بالاول بصاحة ومقاط الكتاب حسده كتاب تافه وهذا ببساطة شديدة انه اول فصل كان يتكلم عن فكهة المجتمع الامومي و انا اظن ان اعملت فيديوهات بما فيه الكفاية عن فكهة المجتمع الامومي بالقناة والكاتبة المشكلة بهذا الكتاب هي بتنكى مثلا شغلات ثابت بالتأخي البشري بس عشان تحكيه لك انه الماء مظلومي وهس هذا الموضوع هنحكي فيه اكثر كمان شوي لما نناقش موضوع الفصول بالكتاب اول اشي ببلش الكتاب بالتعريف عن حياة الماء في المجتمعات البدائية او فيما يعرف مجتمعات الامومية وبصراحة الكاتب عندها ثقة عجيبة باول الكتاب وبتتكلم يعني بسلوب بصراحة بخليك تحس انها فاهم الكلام اللي بتحكيه ولكن بالحقيقة اي شخص مثلا قام بمجتمعات ما قبل التاريخ او قام مثلا فيما يخص مثلا المجتمعات الامومية او العصور مثلا الحجائية بشكل عام راح يعرف انه كلامهم صاحة مجاد زين بحكوها بالعامية عكي وغياء واقعي فهي مثلا بتحكي باول الكتاب انه الماء كانت تعاني بهذا المجتمع من انواع اكثر من العذاب فكانت هي بس موجود بس عشان الجنس وما كان في الها اي سلطة على جل وبعد ذلك بتطلت كمان على فكهة المجتمع الامومي وعلى فكهة عبادة الماء وبتحكي انه ما حدا اصلا كان يعبد الماء وبصلاح هذا الكلام في كثير مشاكل اولا فكهة العبادة للماءة فعليا في شبه اتفاق على هاي الفكهة عند اغلب علماء الاديان انه الماءة كانت تنعبت في المجتمع الامومي وكدليل على هذا الموضوع بستعمل علماء الاديان او الناس المختصين مثلا باديان العصر الحجاي اشي اسمه تمثيل او العاب الاله فينوس طبعا فينوس هي اله مؤنثة بشكل عام هاي الالعاب بتجسد صوال الاله اللي كان معبود بجسم بنت فهي فعليا باول فصل يعني انا اللي بدي احكي بس انها بتهب الهبل مش طبيعي وبعدها كمان بتغلط فايد عالم الاعصاب بعلم النفس كمان وبتغلط كثير ناس بس عشان الكلام مش عاجبها والمشكلة كمان انها فعليا انا اشيكك فعليا انها قائد كتاب واحد فيما يخص العصر الحجاي او حتى اديان العصر الحجاي عشان هي مش بس انكات فكات عبادة الماء بل كمان انكات افكاد ثانية زي مثلا سلطة الماء في المجتمع مثلا الامومي مثلا كانت فعليا الماء عندها سلطة بل كانت فعليا هي مقدسة فهي سؤال الاله المعبودة نحكي نفطال مثلا جدا عشطاء او مثلا الاله الام فهي كل هذا الكلام مثلا امط لكيها بس اشترك لك ان الماء مظظومة وغير فعليا انه فعليا انه كان مظظوم بهذيك الفطال هي المجتمع الامومي مش الماء بل العكس صحيح كان الاجل هو اللي كان يعاني فكان الاجل مثلا بحسب دكتور فاس السواح بكتاب ورغز عشطاء اللي هو نقشين نظائية يتم اخصائه مثلا لآضاء بعض الاله المؤنثة تخيل لوين كان الاجنان وغير بضع عمليات القتل وتضحية بالبشر كانوا اطفال حتى يضحى فيهم عادي بس عشان النساء او بس عشان بعض الاله المقابل مثلا لما نحن على الشعب المصري مثلا القديم وهذا طبعا كلام متفق فيه عن جميع الباحثين انه الشعب المصري مثلا كمثال زمان في العسوة مثلا الامومية كان معروف مثلا بتقديسه للماء مثلا ان هالماء مثلا الها السلطة وعليه على الاجل فكلامها بصاحة بالفصل الاول فيما يخص اديان نعص الحاجة وهذا الكلام كان فعليا هبد وبتحاول هي كاتتشوه فيه صوت الاجال انه مثلا هم انه احنا طول عمرنا كاتتجانب نحكم وهذا الكلام كذب مية في المية ونهيك بعضنا كاتتكذب الناس بدون حتى ما تجيب مصدى للكلام تاحها وعن جدا هي فعليا الكتاب هذا اللي هي النسخة اللي معي فش فيه مصادى لأي كلمة بتحكيها فهي بتزد الكلام هيكة زد بعد هيكها طبعا اتكلمت عن العصوة مثلا ما بعد العصوة الحاجية ويتكلمت عن وضع الماء مثلا في فرنسة في العقون الوسطى اظن ان هي كانت موجودة اصلا فرنسة في العقون الوسطى المهم يعني كانت تحكي عن وضع الماء بهاي المناطق وقاعدت تحكي مثلا عن عماج بذ ماء وكان مثلا يتم استغلال الماء مثلا بالعمالة وهونا باظلا ندخل بكذب ثاني ليش؟ لانه فعليا بالعصوة هاي مش بس كانت الماء اللي تعاني بل الاجل كمان كان يعاني من موضوع العمالة بل حتى الاطفال كانت تعاني من العمالة بل حتى الناس السود مثلا باماكا مثلا حسب علمي الشخصي كانت تعاني من العمالة فهي كانت مثلا بالكتاب باول فصل وللأسف انه هذا الكلام كله موجود باول فصل بتحاول الشيطن الذكوة بزيار عن نزوم بتحاولت بينها الماء المضلومة بس بالعصوة هاي وهذا بصراحة الكلام كله غير صحيح طبعا هيك الفصل الاول هو بشكل عام الفصل الاول بس كانت تحكي عن عصوة الحجائية ومثلا بعد العصوة الحجائية لحديث خلينا نحكي الحداثة اذا صح التعبية وحاوت الشيطن لا جال وهذا الكلام بصراحة كله غلط فالفصل الاول بصراحة لو انا صح لي حكيبه بالزبال باقي كلامها بصراحة وباقي الكتاب وباقي الفصول انا شخصيا كشاري مش متخصص في المجال ليخص الماء او طبيعة الماء او الاشياء هاي ولكني انا كشخص قائم مثلا ما بقدر تعكر من الكلام انا بصراحة حسيت بكلام كويس بعدها كان الفصل الثاني اسم مواحل تكوين الماء اوهي فعليا هذا الفصل مقسم لأكثر من خلينا نحكي جزء جزء الاول مثلا بتكلم عن طفولة الماء المواهقة الشيخوخة الاخ 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 فعليا المعلومات بهذا الفصول كانت الي كذكة مثلا ما عنده معلومات يعني انا ما عنده بصراحة معلومات كثيرة عن الماء مثلا وكيف طبيعتها كانت معلومات صادمة جدا بالنسبه مثلا هي بتحكي لك مثلا بالفصل الخاص بالطفولة انه الماء بتحس بنوع من انواع النقص بسبب عدم وجود الها قضيب هي بتحكي هيك باول لكتا وبتحكي هيك ليش هي طبعا شاحة النظائية تعيدها وفيها نوعا ما نوع من الصدق او نوعا ما مثلا وجهة نظام منطقي فهي بتقول لك انه البنة الصغيرة مثلا وهي طفلة ما بتحس مثلا انها مميزة بسبب العضو التناسي للتاحها في المقابل الذكاء اول ما ينولد بكون مثلا في الموضعات او النساء بشكل عام بيحسوا انه الذكاء بشكل عام العضو تاعه مثلا هو اشي مميز اما تسألنيش ليش هي هيك فهي بتقول لك مثلا انه اصلا النساء بشكل عام بيحسوا انه جال عندهم تميز عليهم فحتى هذا العضو بيحسوا انه عندهم امتيازات والله هذا مو كلامي هذا كلامه من يشتخل فكل هذا الاشياء والطاكم المعافي اللي عندهم بيخليهم مثلا ما يشوف مثلا العضو طاعت طفل اللي عنده هاي العضو بيحسسوه بنوع من التميز هم مثلا بس تلطفوه او مثلا بشعاكة فاشرح لكم الكلام بصاحة في المقابل البنة مثلا ما بتحس مثلا بهذا الاحساس اتجار عضوها فعشانك مثلا بتصلا هي مثلا تلفت انتباه اهلا فبتجاب كل الطرق ما بتنجح فبتصلا تعمل شغلات او تتشبه بالذكوة فبتصلا تعمل شغلات غايبة مثلا تتحاول تتبول مثلا وهي واكفة زي الولاد طب الله يا هذا كلامهم مو كلامي بتحاول بعدين اتصلا تفكى مثلا بافكار غايبة مثلا عن فكرة انه كان هي عندها عضو بس الناس قطعوا الهياء حتى بتنقول قصة عن بنت صغيرة كان مثلا تحكي لما انسأت عن العضو تلكها قات انها هي بدأ اشي طويل وقوي والله هذا كلامه مش كلام فاللقطة عن الاولانية اللي بتحكيلك انه فعليا التابية والتمييز بين الذكا والانثى بمراحل حياتهم الاولى بتخلي عند البنت بمعاقلها نوع انه الذكا احسن منها فعليا هذا الكلام هي كمان ناطة عهلا فيه بالاول لانها قالت باظه انه فعليا الحياة باول حياة الاطفال ما بكون فيها تمييز بل هي فعليا بتكون مثلا البنت بتاخذ حنان اكثر من الولد فبتطلح هيك اوش مثلا عشان عنده عضو فهو بتركوه عشان هو عنده رجوله يا والله هذا كلام مش كلامي بعد ايكا طبعا بما تصال البنت مثلا تبلش توعب حالها بتبلش مثلا سلطة امها تكثر عليها فبتصال مثلا امها تحاول تعمل نسخة ثاني عنها للبنت فبتصال مثلا تحاول مثلا تجبها تعمل شغلات تحاول مثلا تعمل نسخة جديدة عنها بتحاول تطفط سلطتها على بنتها فبنتها بصلا تكون عندها لعبة صغيرة مثلا بتحاول مثلا تمشط اللعبة او تحاول مثلا تهتم فيها وبصلا تخيل ان هاي اللعبة هي هنا بعدها بتصال البنت الصغيرة تفكى مثلا في موضوع من اين يأتي الاطفال فبتصال تسأل مثلا اهليها وبعد هيك طبعا بعد اسئلك فيها طبعا ما بتطلقى الجواب اللي باضي فضولها فبتظل تفكى في الموضوع لحد ما تدخل بالموحل الثاني اللي هي موحلت المواهقة وهونا بتفهم ايش او من وين احنا منيجي بل حتى كمان البنت الطفلة الصغيرة مثلا لما تسمع مثلا او تفهم مثلا اذا صار مثلا اشي وحدا حكا لهم مثلا اه فهمها مثلا كيف الاطفال مثلا بيجوا مثلا من العلاقة الجنسية مثلا وكذا البنت الصغيرة ما بتتقبل هذا الموضوع وبتحاول تعمل زي انه هذا الكلام ما بتقبله ليش لانها هي اصلا بتتخيل انه امها مثلا او ابوها مثلا هم بناس محترامين كثية وبتعطيهم نوع من القداسة فما بتصدق انهم بيعملوا هيك حتى في بالكتاب انه مثلا في بين ثلاثان لما قدرت تتقبل هذا الموضوع سألت سألها مثلا واحد وحكا لها طيب ها سبلون بيجو هي حكت كلمة غير كثيرة حكت انهم بوحوا على الدكتور والدكتور مثلا بيخليهم يلزقوا بعض وميلفنوا وجوه بعض يعني الفكرة يعني تعيتها انهم الاطفال ما بيقدروا مثلا يتخيلوا انه اهلهم المحتامين مثلا والطيبين ويحكوا عن أفضلق بيعملوا هيك اشي هناك مندخل مثلا بالفتاة المواهقة وفعليا هذا الموضوع بصراحة كان صادم الي بهاي الفتاة يعني الفتاة هذه البنت البطاهق فيها اقسم بالله كان صادم بالنسبة وهنا طبعا بتبلش تغيارات مثلا على جسم البنت وهنا فعليا لما تصمتها بمحض المواهقة بصلا عندها مشاكل مثلا مشاكل الهومونات بتصمتها بكثير بصلا مثلا تبطت حكم بعصابها وهالموضوع طبعا مشكلة وطبعا البنت مثلا اذا ما كان عندها معلومات عن كيف مثلا تتعامل مثلا مع دورتها الشهية وهذا الاشياء هذا الموضوع بنتج منه شغلات ممكن توصل مثلا ببعض الحالات للانتحاء هي حالة الكاتبة بتحكي مثلا عن قصص عن بنات مثلا اصابتهم مثلا الدورة الشهية مثلا هم مش فهمين ايش البصار معهم ففكر انه هذا مثلا تلبو الشيطاني فيهم فانتهى يعني هي بتحاول تحكي مثلا انه البنات بشكل عام ما عندهم معافة بهذه الاشياء فلما تصعي الشغلات بنجنه في الغالب ولكن مثلا يعني بشكل عام مثلا بتتبلش تحكي عن هذا الموضوع وبصراحة انا شخصيا انصدمت يعني ما كنت تعرف مثلا فيه القد يعني معاناة بالموضوع يعني مش هكذا اشرح لكم يعني ما تخيلت انه الموضوع مثلا في معاناة يعني وكذا بعد ذلك طبعا بتبلش البنت مثلا تهتم بحالها وتقدس بحالها الصلاة عندها يعني زي ما بيحقوها نوع من انواع تقدس الذات مثلا انها حالة انها هيك او جسمها وكذا بصرا تمنجت حالها وبصرا كما تتغزل بحالها بصرا تعجب بحالها كبنت لما يصير عمرها 15 سنة وبصرا مثلا عندها نوع مثلا من حب الذات ومن حب مثلا حالها كأنها بنت وهنا طبعا يعني الكاتبة يعني بعد هذا الكلام بالصفحة الثانية بتحكي كلام يعني هو خطير بالنسبة لي بتحكي انه مثلا كل بنت بهاي الفترة عمر 15 وبعد مثلا تبلغ ويصير عندها جسم وكذا بتكون عندها صديقة الصديقة هي بتكون مثلا تحكي لا fantasy خاصة فيها الصديقة هي في بعض الاحيان بتكون العلاقة بينها وبين البنت الثانى وطبعاها تكون مثلا البنت حابة بس مثلا موضوع الحب او مثلا الجنس ما بируكواها بس بتكون خايفة مثلا تعمل علاقة تعلق عشاب لانه الموضوع ماذب يكون خطى عليه وبتكون تخايفة منهم فبتلجأ انها تمارس مثلا استحاق مصاحبيتها هذا مو كلامه هذا كلام الكاتب واقع من الصفحة وبعضهم بتحكي مثلا عن عادة البنات مثلا يشلحوا لها قدام بعض وهذا الاشي كله وبتحكي بصلاح كلام كثيرا مش هكذا احكي مثلا عن الفيديو وبس بتحكي كمان الموضوع مثلا انه كل البنات بشكل عام عندهم ميول سحاقية يعني بيحبوا مثلا ينجذبوا للبنات الثانيات يعني وحبوا مثلا نماسوا مع البنات اكثر من حبوا مثلا للاجال طبعا هي بتحكي كثير كلام بعدك بتحكي عن هذا الموضوع وبتحكي كثيرا طبعا انا بديش احكي نظري كلام كله لاني اخاف الله بعدك بتدخل لك الكاتبة باشي اسمه تدريب الجنسي وهذا هو الفصل الثالث من الجزء الثاني وهنا بتحكي ان البنت مثلا بتبلش مثلا تخاف او مثلا تبلش وطبعا بتحكي عن المجتمع الغابي مش عن العابي مع ان احسن نفس الاشي بتبلش تحكي مثلا انه هنا مثلا البيت لما توصل لعمر الثمانتاش بتصالها تتقبل فكرة انها بالاخير تتجوز واحد يجي واحد ويتجوزها وفعلا هالفكه بتكون تخوفها لاخثر من السبب اولا هي حسب يعني كلامها بكتابها انه في عادة صارت انتشها مثلا عندهم بالدول الاجنبية اللي هي عادة مثلا انه مثلا البنات والإزلام مثلا يكونوا مشلحين مثلا وكفي مثلا على المحلات تعيد التعايي مثلا هذا الموضوع موجود عندها جانب كثيرا وهذا الموضوع مثلا كله لما تشوف مثلا الأعضاء اللي كبياء مثلا مثلا زي عضو مثلا الحصان انا اسف والله هذا اللفظ تاحا مشتاعي فبصلا تخاف مثلا من كبار العضو استغفار ريبي ياض فهي مثلا تخاف مثلا بتكاف بالألم اللاحل وصليها بتصلا تفكاف بشكل انها بتخاف يعني من الموضوع بتصلا تخاف مثلا تفكاف مثلا اختصاب مثلا وتخاف مثلا يكون الشخص منها مثلا همجي يعني من الآخة عندها افكار بتخوف عن هذا الموضوع بس لأنها يعني كبارت مثلا وبالسبب كمان الضغط المجتمعي بتصاري تحاول تتقبل هذا الموضوع وفي الضغط عن بنات ما بتقبلوا وبنتجوا على الصحار ولكن النوع الثاني اللي هو الأولان اللي بتقبل الموضوع وهو في الغالب هذا النوع بصاحة بصاحة يأذي بحاله يعني بتصاري مثلا بنت تتجرح أماكن معينة جسمها عشان تعود حالها على الألم اللاحي يجي لها يعني أنا مشارب بصاحة كيف أشرح الموضوع يعني بطاقغة هيك لأنه هي بصاحة الكاتبة يعني كلامها جدا يعني واضح بسبب يعني قد ما هو واضح الواحد بيستحجي أحكيه أمانة يعني ولكن اللي بدي أحكيه عن هي بتكون خايفة أنا هذا اللي بدي أحكيه يعني كمختصة وبالسبب كمان الضغط المجتمعي أفلام ديزني من هي صغيرة مثلا بتحكي مثلا على الأميرة مثلا اللي بتستنى الفرس أحلامها موضوع مثلا الأهل بيضل يزنون مثلا عبناتهم على الزواج هي نفسها كمان بتصار مثلا تفكى بالموضوع كثية وبتخاف منه فهذا اللي بصير من البنات اللي بوافضوا الموضوع وبتحكيه باظه انه ما فيش بنت غياء وعندها ميول للصحاق وهي الأشياء أنا ماريش تخليل بتحكي وهي بنت زيكم تفهموا معاها الجزء الثالث من الكتاب له اسمه وضاع الماء بتحكي عن الماء المتزوجة وبصاح هذا الفصل يعني وجه لأس اللي هو تاعة الماء المتزوجة لأنه بديحكي مثلا ان هالماء مثلا ما تتزوج هذا عجد الموضوع بوجه لأس ممكن في بنات لما يتجوزن بصابة صدمة اللي بديم اللي ستحكينا عنها وكونا شايدهم أصلا خلفية ثقافية أو ما يكون مثلا عافية نصلا شوه الجواز وإش بيصاب فيه حتى بتحكي انه في بعض النساء كانوا يفي تخيلوا انه مثلا الزلة مثلا ببسمات وهاك بيحملوا مثلا هيك بتحكي ففكرة انه مثلا الزواج مثلا وباع مثلا ما يبلشوا مثلا العلاقة تعيدهم فيه نساء مثلا بتصدموا من الوحشية اللي بتصامحهم اللي تخيل حاله باتمان وهي مثلا جوكا مثلا فهو بهجم عليهم يعني اللي بناب كيف شحهم يعني هو المفتس وهي الفائسة مثلا فابوس يكون مثلا عنيف جدا معها لدرجة مثلا بتخليها توصل مثلا لدرجة انها توصل مثلا للبورد الجنسي و مثلا تبطل الهاغبة بالموضوع يعني مش عاركة بشحة بطائقة أفضل منها وبتحكي بعدها كان مثلا البنات مثلا ببعض الحالات بنجبوا لأكثية أسباب صاحا ما عندي واكسة أشحة كلها انها تكمل مع الزلمة اللي تجوزته و طبعا في بعض الحالات تطلق ولكن في الغالب هي بكون صعب انها تطلق لكثيها أسباب و طبعا بعدها كمان بتتكلم مثلا انه فعليا أغلب الزيجات بذات الزواج التقليدي هو زواج فاشر ما أنا بصراحة بتطفق معها بهذا الكلام بعدها بتبليش تتكلم عن الحب وما الحب وبتبليش برض تجيب كلام لأستاذ فويد هذا البنات اللي بيحكي بكل شي انه هو مثلا بفاسة مثلا الزواج انه مثلا علاقة خلال نحكي مجتمعية أو علاقة متبادلة وبعدهاك بيجيب كلام هي لكثيها ناس المهم يعني باختصار شديد هي بتحكي انه هذا الحكي كله كلام فاضي و ظلم للبنت لأنها فعليا لما تتزوز هي مش زي مثلا قبل ما تتجوز وبعدها لما تدخل إياها بإطار الزواج على طول هيك بجانة حتى بتاع مثلا الزوج اشتاحها هذا الموضوع فعليا نحي يعلقها بمي مشاكل كثيرة لأنها أصلا ما بتعرف منها لتجوز اسمين عليك هذا الموضوع أظن بأكثر شيء بالدول الخريجي موجود وعننا بلاد الباظب يسموه زواج الصالونات أظن إنها مثلا لك أحد تكون مثلا مش عارفة منه الشخص وتشوفه كم من ما تشوفه وبعد ذلك مثلا تجي لك مثلا فترة الخطبل بس اللي بيحكو لك أغلب الناس إنها بتكفي عاديما بتكفي فعليا فترة الخطوبة لأنه تعرانت بصافيها كثيرة تصنع بصافيها كثيرة كذب وأغلب الناس يعني أو الإسلام بشكل عام بهاي الفترة بيحاول يتصنعوا ففعليا هذا الوقت أنا شخصيا ما بيشوفوش بكفي وبشوفوه زي ما هي بتيحكى مثلا بكتابها نظام سخيف بعد ذلك بتكلم مثلا هي عن البكاء وفعلي أنا باتفق معها بعض الكلام وأنا أحاب إذن أن أزوج شوية شغلات عليها البنت مثلا هسا إذا تزوجت زواج تقليلي وكان زوجها مثلا عاطل إذا اطلقت منه حتصاب المجتمع اطلقه وفعليا إحنا عافين كلنا كيف وجهة الناس أو وجهة نظال عامة للبنت المطلقة فهي إذا اطلقت احتمالك بيانا مش هتقدر تتجوز معها ثاني ففعليا أنا هذا الكلام طبعا إني مش كاتبيته ولكني أنا أعتقده إنو كانت لازم ينظاف فيه فعليا الزواج معها ثاني أو من أول ما لازم يكون بالذات للبنت يعني إشي صح يعني أما بالشاب يعني عادي يمكن يطلق مئة ما وما حد يحكي معه أما البنت طرح تتغلب بعضها كمان هيكة بعدها كمان بتتكلم عن كثير شغلات إنو مثلا في بعض النساء مثلا إنها مش بتحب جوزها بس بكون عندها مثلا حب للإمتلاك فبتكون مثلا بدها زوجها وبنفس لك تداشية ما تسلونيش كيف إنها بتحس مثلا إنها مظلومة فبتحس بعدها فبتصاب مثلا بدها تتمرد على زوجها فتتمرد كيف مثلا عن طائق مثلا تشترك كثير شغلات أو تتصور تتحكي مثلا عن موضوع مثلا الزواج والانفصال كلام بتحكي الماء بصورة عامة وغم أفضها التحكم زوجها تريد مع ذلك المحافظة عليه إنها تناظر ضده لتدافع عن استقلالها وبقية العالم تحافظ على وضع الذي ينذوها إلى التبعية إن هذا اللعب ما يفسى تفسيرا جزئيا حالة القلق والتوتر العصر التي تتحلل بكثير من النساء طالة حياته وكما إن اصطياد الزوج فان فإن المحافظة عليه تطلب الكثير من المهار خصوصا إن الماء تقام بأشياء لا تستوجب التفريط الأمن المادي المعنوي البيت الخاص مكان الزوج وصرعان متعة المعنى الصحة الجنسي ليس سوء أو ها أسلحتها لأن تأثيره يخف مع العادة كما إن هناك جساء الكثيرات ان توددنا له المهم يعني هذه هي الفكرة تعيتها عن فكرة الزوج هي بتقول لك يعني باختصار شديد إنه مثلا الماء مثلا بتخاف مثلا من فكرة الانفصال حتى مثلا كما أن الزوجة كان عاطل لأنها بتخاف مثلا على فقدان المكان المال المصاري يعني بتخاف يعني مصلحتها يعني زي ما بيحكوها لأنها فعليا إذا مثلا اطلقت من زوجها هتخصار كوي بعد ذلك بتحكي عن فكرة الأم مثلا إنها الأم مثلا بسبب المجتمع بسبب التجاوب اللي حكينا عنها قبل شوي بتصال عندها كمان فكرة بمخة إنها بدها بنتها تصال زيها فتحاول تحكم ببنتها على قدمة ما بتقدر بسبب طبعا بنتها بتتماد عليها وبتصال بنتها كمان تقدس الشخصيات اللي خلانيحكي متمادة كمانون علىه في المجتمع وبتصال بعضو كمان المشاكل aquellango بنتها تقمع أكثر بينها وبين أمها تكباب كثيرا مثلا لما بتصال من مثلا البنتها قاب من ابوها بتصال مثلا الإم تزعل بتصال مثلا كمان لما تحس مثلا إنه ما في إيلها بديء ومعصال إيلها بديل بالبيت اللي هي بنتها بتصال ترغاء منها يعني نهاية الشيطة بصحة انا استغبتها امانا بالكلام بعدها كتباليش تحكي عن حياة الاجتماعية بصحة ما في اشياء هذا الفصل المهم كثيرا انه مثلا المجتمع البنات بشكل عام بدعم بعضه وعلى عكس مثلا مجتمع لا جال ولكن حتى كمان المجتمع تعلي البنات بيحكوا لبعض الاساتعيتهم حتى الاساتعات الجنسية ولكن في المقابل هم بيخافوا من بعض وبشوفوا بعض اعداء عشان فكرة الثاني الزوج مثلا فهمين علي كيف يعني كل واحدة بتكون مثلا شافة ثاني عدوة لها فيما يخص الزوج بعدها تكلمت عن مش عالف احكي الكلمة المؤميسات هذولة يعني البنات المش مزبوطات وحكت يعني بالفصل لهذا كله انا بصحة اتفق مع اغلب الوجهات النظافية انها مثلا البنت مثلا بتنجبها مثلا على هاي الاشياء مثلا هي الاشياء الجنسية مثلا تنجبها ما اشتغلها بسبب مثلا الوضع المادي بسبب مثلا هالبنت مثلا انطارت مثلا من بيت اهلة فتنجبها انها مثلا بتنحى مثلا من الاكل لمدة طويلة فتنجبها لهذا الموضوع احنا كله انا معها لحد ما حكت ثاني انه عن قصة عن واحدة اه حبت مثلا تعمل او تحسى مثلا صورتها قدام زوجها فرا حتعملها فضل اشياء شغل غائب اقصب بالله المهم ان القصة طويلة بصاح كمان مش حقدة اختصاها ولكن هي ببساطة شديدة تحكي عن واحدة بالاول كانت تشتغل بمارضة بعد ايك عافتت لما كله واحد عارض عليها هايال موضوع عافتت الموضوع بالاخلا هي قبلت عشان تزوجها بنو Ansch broom مش عارف اشي داخل تزوجها بلموضوع بالاخلا منذ الصب وكانت كلام مصاها غابة بكثير انه مثلا مثلا البنت المش مزبوطة يعني بعجبها هذا الموضوع يعني معنى فش حدا بيعجبوهم حسب كلامها ولكن مثلا البنت مثلا ليش مزبوطة مثلا لما تعمل هذا الشيء مثلا بتكون حتم وهي بتعمل هذهك اذا الشخص مثلا عطأ Abla من المصائل مثلا أو تسع ساعده أما فكرة مثلا الحب ومثلا قلبه مثلا يكون مثلا لشخص مميز هذا الموضوع مثلا يتجسد مثلا بقبلي مثلا ببوسة يعني فكرة مثلا واحد معه علاقة كاملة بس ما تبوسه لأنه هذا الشيء بتحسه مميز كثير وبتخليه مثلا لشخص واحد هذا الفكرة سترح ستموخ بعد ذلك بتحكي عن الشيخوخة والنطوط يعني عمى الثلاثين وما فوق بتحكي أنه بهذا العمى مثلا إذا لميت مثلا ما كانت متزوجة بتحسه على الأيام المتزوجت فيهم وبتتندم وبتحاول مثلا تزين حاله وبتحاول كمان تعمل علاقات مع شباب عشان تثبت لحالها إنها لساتها يافع جي ما بيحقوها أو يافعة يعني تثبت حالها إنها لساتها مثلا وبتحاب مثلا الوقت والتجعيد طبعا بتحكي كثير عن هذا الفصل وما في داعب صاحنا نحكي أكثر عنه بعد ذلك بتحكي مثلا عن الشيخوخة مثلا بتحصى مثلا بتحن على الأطفال بتحن مثلا عن ناس الثانية تحاول تحكي مع أولادها إذا عندها أولاد ومتزوجة بتحاول تتقاب منهم أكثر بتحصى تدخل فيهم أكثر وهذا الطبع بكون المزعج للأهل للأبناء ففي الغالة بتركوها فبتظل حالها وحيدة طبعا هذا الكلام طبعا إذا كانت محظوظة كمان وعندها أولاد إذا ما عنداش أولاد بتكون وضعها أسوأ بكثية لأنه لما يكونش عندها أولاد مش هتقدر تقبل الواقع مثلا كبهت بالعمر يعني قابة تموت زي ما بيحقوها للأسف فبتصال كمان تحاول تعمل علاقات وقصص وفي الغالة بصبطش الموضوع وإذا كانت متزوجة مثلا وعجابة هاي الشغلات كلها بتصال تقعد وتستنى وتتقبل مصيحها اللي هو الموت بتحاول مثلا تكون كويسة بتحاول مثلا تبنى أطفال بتحاول تعمل زي هدف صغير لحياتها ولكن للأسف لما تقبل الهدف فبتتاح اللي هو الموت بعد ما تزوجت عملت كلها بعدها كفي فصل اسم وضع الماء وطباحها هذا طبعا الاختصار تاحها بعدها كعشق الذات هذا عشق الذات بصار نفسه شيء مهم بتحكي انه مثلا الماء بكل الاشياء اللي سوتها يعني مثلا اللعبة بالأول اللي كانت مثلا تمشيطها وهي طفلة اللي حكينا عنها قبل شوي وكمان فكرت مثلا انها حبت جسمها مثلا يعني كل اشي بتسوي الماء حتى فكرة الزواج وكذا هي بتسوي عشانها عشان هي بتحب حالها انها بتحاوة تعمل نسخة عنها فهي بتحب حالها انها مثلا تزوج مثلا وبداية حتى تطلق عشان املاك شخصية انها مثلا تحب شخصية ما بتحبه عن جدهي بس بدها الاملاك تعيي وبالظل دعني تحكي عن الامثلة اللي صادثة بتضعب امثلة عن هذا الموضوع وعن الاشياء اللي حكيتها قبل مثل الصفحات بعدك العاشقة العاشقة بالنصات الشديد انها بتحس مثلا بحنان لشخص معين مش شخصا انجذاب جنسي الو بس بتحس له انجذاب من نوع العباد لبعض الناس طبعا هاي الاشياء مش عند كل البنات يعني حسب ما فهمت يعني من كتابها بعدك اخص فصل اللي هو تحاول الماء وهذا الاختصار شديد بختصر كل كتابها يعني لو مقاطش كل كتاب وقاطب مساخها فصلا هطيح حالك فكرة سيمون دي بوفوا هاي انه مثلا الحل التخلص من معاناة عيث الماء زي ما شفنا مثلا في المجتمعات القديمة والجديدة هي في الاساس مشكلة مشكلة مثلا ان المجتمع كله بفكها بعقلية الذكاء حسب كلامها طبعا فالماء مثلا لما تتعامل مثلا أو تحاول مثلا تفكه بحلول للمجتمع مثلا أو مثلا حلول مثلا لقضايا الماءة بتفكه بعقلية الذكر مش بعقلية الأنثى وبتحاول مثلا تلعب مثلا على الحقوق اللي هي أصلا الذكرات طوفية هي كمان بتفطر أنه لازم مثلا كمان نغير مثلا عطلية الأولاد الصغار مثلا أو نعبيهم بطريقة أنهم يكون مثلا تسويين البنت زي الولد مثلا بشكل كامل يعني هذا الفهم بعض الكلام مثلا لازم مثلا نعلم مثلا الأولاد مثلا عن ثقافة جنسية أنا صراحة عجبني لأكثر من سبب أولها أنه احنا أصلا كلنا نعرف مثلا وبالمدرسة فكل واحد مثلا بالمدرسة للذات بتعلم بشكل عام أو بآخر بعمر صغير هاي الشغلات فإحنا ليش مثلا علمها مثلا الأولاد ذا غلط مثلا أو ليش مثلا يصير مثلا زي البنات مثلا اللي حكت عنهم اللي انتحوا بسبب مثلا أنهم ما عندهم خبوا بهذا الموضوع وحكت بعضو هي عن الجهات على فكرة وعند وجهة نظافين كل هاي الأشياء مثلا بتصير مثلا لعدم معافة الولاد فإحنا نعلمه مثلا بعمر صغيرة مثلا 15 أظن مناسب بعضونا مثلا يتكلم مثلا لها مثلا الأم مثلا عن بنتها مثلا عن ما يخص جسم هذا بكون شي كويس مثلا عشان لا توقع بالمصائب اللي حكت عنها بالكتاب بعضوك تكلمت عن استقلال الماء المادي فالماء لازم بشكل عام وكلها استقلال مادي إذا كان لها استقلال مادي راح فعليا تتحار من أغلب الأشياء أو المشاكل اللي حتصيبها بعدين بسبب المجتمع زي مثلا فكرة الزواج مثلا هي لما يكون مثلا محة وضع مادي كويس في الغالب راح تعافي تفكها كويس جوزها مش هيقدر سيطاء عليها ففي أغلب النساء بغضوش يطلقوا عشان حافية لما لهم مش مكان ثاني يوحوا عليه يطلقت وإن طلوح ما لهاش مكان زوجها عنده بيت وعنده المصائب وعنده هو كمان الدخل المادي فهول بتحكم فيها فلازم يكون لها كمان دخل مادي حسب كلام وكان عجبني كمان بالكتاب فكرة أنا كانت تعرف خصص لكثير ناس بصلاحها كانت فكرة كويس كمان مشاكل بالكتاب المبالغ لداجة الكذب بذات بالفصل الأول زي ما وضحت قبل شوية ونهي كمان بتحاول مثلا تتطبط بإغلب الكتاب إنه نواجره الشيطان مع أني أنا صاحة فعليا لما قات الكتاب فهمت أن العدو الماء هي الماء نفسه زي ما بيحكوا كثامة لبنات ولكن بصاحة ما بنكال مجهود المعمول بهذا الكتاب بعين حافين كمان ما لقيتش فيه ولا مصدى ممكن بسبب إنها الطبعة مثلا طبعة امتاجة ممكن عشان لك ما فيه مصادة ولكن على كل الكتاب كان لازم كمان ينحط فيه الماجع على كل الكتاب ككتاب أنا هعطيه ثمانية من وجه التضايب أنا صاحة عجبني الكتاب يعني أنا أولا أول ما قات الكتاب للحج يسمون هذا أول فصل كان زبالي صاحة يعني كان زبالي باقي الفصول اللي بتكلم عن الماء أو عن ثقائل الماء أو عن جسم الماء أو هذا الحكي أنا شخصيا بشوف إنه مهم مننا عارفه أنا شخصيا ما باعف عنكم لأنه هذا الإشي هيسهل لي مثلا إني أفهم كيف أتعامل مع البنت مثلا لما يصبح مثلا تغيوات مثلا إذا صاح عندي مثلا بالمستقبل يعني بعد عمر طويل إذا أنا عاد انجنت وتجوزت صاح عندي مثلا البنت حعف تعمل معها يعني أو حعف مثلا كيف أساياها مثلا حعف مثلا إش الضوف تعيفها فبشوف أنه الكلام اللي هي حكته بالكتاب بالذات بالوضوح اللي هي في وصفته كان إشي كويس بالنسبة لي ما باعف عنكم أنا شفته كوي كمان يعني الكتاب يعني كويس يعني مش سيء كثير يعني ولكن فعليا المشكلة إنه أنا كشب مثلا ما بقدرت أتأكد مثلا الكلام اللي حكته مثلا عن ميول البنات وشعلت هذا صح ولا لا ما بقدرت أتأكد منه لإني ما باعف ولكني يعني ما أقدر مثلا تأكد مثلا من الفصل الأول اللي تكلمت فيه مثلا عن الأديان مثلا هضعفت إنه غلط ولكن هاي الكلام اللي بعده صح ولا لا هاي المشكلة ومشكلة ثانية مثلا ما في ماجع مثلا شين تتأكد على كل ما علينا من هذا الكلام كله الكتاب كويس وأنا شخصيا من هاي اللحظة بعد ما خلص هذا الكتاب احتمال اشترى باقي الكتب سيمون دي بوفوا لإني عجبتني طريقتها بعض القصص والكلام عجبني صراحة وسلوبها كمان جدا جاي وهذا بعض الموضوع عجبني وتقييمة الكتاب ثمانية من عشرة ثمانية من عشرة أظن كويس إله وبس يعني طبعا إذا أنا يعني هذا هو المختصى تاع الكتاب وممكن كمان أنا أكون ما غطط كل الجوانب لإني بدأ اختصى بالفيديو ولإني صلي شهابق هذا الكتاب على ثلاثمائة صفحة مشكبية والسبب كان إنه في فعليا صفحات ما قدرت استوعبها فبلشت تعيدها مرة ثانية لأنه عجبت فيها شغلات صعبة فيه فإنك لازم يعني ما تأخذ الكلام مني فلازم تشتري هذا الكتاب وتقول لحالك عشان تفهم الكلام أفضل لأنه عن جد الكلام هنا لا بده فهم وبده قاعدة بقول لك قاعدة شهاب ولا شهاين عشان أخلصه مع إنه فعليا الكتاب الصغير فعشانك بعضكم من أفكار مش مات بمية في المية على كل إنه إذا عجبك الفيديو حط لي لايك إذا ما عجبك حط لي ديس لايك مش مشكلة وإذا عندك كتاب ثاني للحاكة النسوية حاب تقتاحه علي عندك الطريقات يقدر تقتاح لي بدكية مع إنه هذا أول يعطب أول كتاب بقول الحاكة النسوية